مرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم نفتح فيها ملفات كنا حكينا فيها لكن اليوم نرجع بمعطيات أخرى معطيات صادمة وأسئلة معلقة بدون أجوبة كيف هو حال المستشفيات في تونس كيف هو حال المستوصفات في البلاد التونسية خاصة في المناطق الداخلية هل الولات والمسؤولين لا يتحركون إلا بالزيارات الفشئية لرئيس الجمهورية هل الجيش الوطني هو الحل الوحيد لإصلاح القطاعات الحيوية للبلاد التونسية اليوم باش نرجع من جديد نحكيه على زيت الزيتون وتعطل الموسم رغم حديثنا مرارا وتكرارا على العقبات التي يصدم بها الفلحون وأيضا أهل القطاع أيضا نتحدث على ملف خطير يتسبب الموت البطيء للتونسين ويمصر الأمراض السرطانية أتحدث عن المواد الاستهلاكية الفاسدة الموردة من الخارج هل صحيح أن تونس هي فضلات أوروبا والأسواق التونسية هي بوبيل البلدين المصدرة للسموم إلى بلادنا ومن يتحركون هم عصابات تنهش أجساد التونسيين اليوم باش نحكيه أيضا على معطيات تخص تونس والفوضى وإعادة النظام خاصة في المدن الكبرى دون أن ننسى السؤال المحوري الذي نطرحه دائما هل مكافحة المخدرات بالقبض على المرويجين الصغار وإغماض العينين أمام البارونات الكبرى التي تساند المافيات أو التي تغطي عليهم بداية الحلقة نخصوها لزيارة رئيس الجمهورية لبيرعلي بن خليفة وين كان الجيش الوطني افتتح مستشفى ميداني وهذاك عليش منذ بداية الحصة وانا نوري في الصور ونستقبل في الضيوف متاعي بدردين الجمودي مجلس النواب أهلا وسهلا مرحبا بيك أيضا المعز الحاج منصور مرحبا بيك محضر برشا على ديوان الزيت أيضا أنيس الخرباش ها هو الأدوية المسارتنة خاصة أدوية الفلاحة لقاعدة تدبع في أسواقنا بدون أعقابة قلت زيارة رئيس الجمهورية البيرعلي بن خليفة والجيش الوطني من جديد يبدع في إنشاء مستشفى ميداني في انتظار انتهاء الأشغال متاع المستشفى المحلي ولو السؤال اليوم هل تتحرك الأجهزة فقط عندما يتحرك رئيس الجمهورية ونبدأ بيكينتي بدردين القمودي شكرا محمد على إثارة هذه الملفات بدءا في علاقة بزيارة سيد رئيس الجمهورية لبيرعليم الخليفة أقول أن المرفق الصحي بشكل عام يترنح في تونس عندنا في مختلف مراكز المعتمديات والولايات وخاصة في الجهات الداخلية عندنا كارثة صحية في علاقة بهذه المرافق لما نحكي عن المستشفى الجهوي بسيد يبوزيد ما يتوفرش على سكانير المواطن المعدم البسيط لما يتوجه للطبيب يمشي يعمل سكانير بستمائة دينار في مساحة خاصة والحال أن سكانير في المستشفى الجهوي معطب لأسباب ما تروع عليها أكثر من نقطة استفهام دائما معطب ثم يقول يتوقف على تجهيزات بسيطة ويشتغل ثم يقول كسره ثم يقول كسره ولكن الشي الثابت لما الطبيب يوميا يوجه للمساحة 30 و40 مريض ثم أكثر من نقطة استفهام إذن عنا بير علي بيخليفة في مختلف المعتمديات والولايات المجاورة إذا كان بير علي بيخليفة تبعت 60 كيلومتر على ثلاثة مؤسسات استشفائية جامعية اللي هي المستشفى العسكري بيتينة ومستشفى لحبيب بورجيبة ومستشفى لهادي شاكر المستشفى هيك المكناسي وسند وقفصة وسيدي بوزيد ومنع رئيس ورديف رميبعدو 200 و300 كيلومتر وفي بعض الأخيان هؤلاء المواطنين لما يتم توجيههم إلى أصفاقص المشرفين على المؤسسات يقول أخيه علينا ضغط امشوا في المستشفى آخر وكم من مرة يومين يتصلوا بين المواطنين يستغيثوا عندهم حالات مستعجة تطلب تدخل جراحي يمشي الأصفاقص ما يقبلوش يمشي السوسة ما يقبلوش وبالتالي الأمر هذا يتطلب تدخل عاجل من سيد الرئيس الجمهورية في اتجاه الجهة الداخلية حتى نرتقي بالمرفق الصحي في هذه المناطق رئيس الجمهورية كل أسبوع معزي حلة ملف ويمشي إلى عمق المواضيع اليوم الموضوع الصحي المستشفى الميداني برعلي بن خليفة ومن وراءه المستشفيات التونسية الكل وتعيين جنرال عسكري على رأس وزارة الصحة المواطنين الكل تنتظر إنجازات وتنتظر تغييرات خاصة أنه اليوم لا مستشفيات محلية تصلح لا مستوصفات تصلح ولا فما أدوية ولا فما تجهيزات ولا شيء محمد أنا بدت أشفق جدا على رئيس الجمهورية الذي يشتغل يقوم بدور وظيفه اللي هو رئيس الجمهورية وهو رئيس الحكومة وهو الوزير وهو الوالي الكلام ذا يقولنا عشرة المرات يبدو أن رئيس الجمهورية يتحرك بجناح واحد واللوم يوجه إلى كل المسؤولين دون استثناء خاصة أولئك الذين شغلوا خطط وزارية كم من وزير مر على وزارة الصحة أنا أحترم جدا السيد مستفرجاني وأعرف أنه كفاءة وعلى خلق رفيع وأنا أقدر جدا أنه سينجح في المهمة التي أنيطت به لك كيف سينجح وزير الصحة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية الضرورية لوزارة الصحة يجب أن نقوله أن الدولة تراجعت خلال سنوات طويلة عن رصد الاعتمادات المالية الضرورية للتعليم العمومي للصحة العمومية المجانية مثل ما فعلت في التعليم بنا نشوفه قديش الميزانية المخصة لوزارة الصحة الآن الذي يقوم به رئيس الجمهورية هو أنه يصبح ضد التيار كل الشعب التونسي معه في سباحته ضد التيار مش تيار كلمتها الاعتمادات المالية عندك مافيات مافيات ده القدع الصحة مافيات الدبارة حدا ذي ملف ضخم هي وملف الصيدرية المركزية وتم تدمير كل ما هو عمومي ويجب أن يقولوه خاصة في العشرية الثانية من حكم النظام بن علي بدأت في تلك الفترة واستمرت بشكل مخيف جدا بعد 2011 المافيات في كل شيء عندك مافيات القطاع الصحي الخاص التي قامت بالإشراف على تدمير الصحة العمومية والتي كنت تحكي فيه يا مدر الدين رأوا الماكينة هي جيومي كسروها ويقولوا برا امشي القطاع الخاص والآن التونسي اللي عنده أموال إناش ميداوي واللي ما عنده أموال لا يقدر على المداوات وهذا مش كان فيه برعي بالخليفة ربما كل مسحة عمومية الآن تحتاج إلى مستشفى عسكري ميداني يتم نصبه فيها والإحالات التي تمت بفضل زيارة رئيس الجمهورية لبعض العدد من المقاولين الذين تعودوا على المماطلة وتعودوا على الغش وتعودوا على احتيال 12 سنة لم يستكملوا بناء مشروع اللي قولوه الآن قطاع الصحة هذا يشانتي وحده وزير الصحة يجب دعمه بالأموال ما ينجبش يتحرك دون نيزانية الآن هو يستعين بالمؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الناجية الوحيد والأخير من عملية تدمير البلد وأنا نقول لك مش عملية ما هوش تشاؤم كل المؤسسات العمومية في كل القطاعات تم تدميرها بشكل منظم مدبر ومخطط له من الداخل ومن الخارج بشكل من المؤسسة العسكرية ينجم المساحة الخاصة اتنحلوا 100 و 200 و 300 ألف دينار هذا هو القائم الآن هو اليوم المشكلة الأساسية نتعى التونسي هو الأدوية هو المشافي والمؤسسات الصحية التي تفتقر إلى الأدوية تفتقر إلى التجهيزات وانت أنيس الخاربيش كنت معتها في فترة قريبة من ضمن مجلس إدارة تاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكبر مشكلة اليوم نحكيه فيها في الكنام وغير والدوية الدوية مش موجود كانوا قبل يعطيه طابلية تاع حرابش تاع وجيه اعتراس ومساكنات وبرها امشي اليوم لا عادت لطابلية لا ربعا تاعها وأحيانا حتى ضمادات يقولك برا امشي شريع من برا جيبها احنا مع الناش صحيح محمد وذي قاعدين يعيشوا فيه سندوق الاجتماعية لكل كيه هو أبار حتى المؤسسات الاجتشفائية في العمادات وفي المعتمديات أنت حتى كتجي تشوف اليوم المؤسسات اللي تابع صندوق الفمان الاجتماعي سواء هوني في تونس وإلا في بعض الولايات الكبرى ساعات معنا تاخدوا رندفو باش تاخدوا وبالأخص متع الأدوية معناها متع الأمراض المزمنة خاصة الأمراض السرطانية الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة تلقى نقص في أدوية السكر تلقى نقص في برشة أدوية أخرى أما خليني نربط لهناها هكي أنا بالأخص المشكلة هذه مع القطاع الفلاحي اليوم يا وعننا أكثر من زوز ملايين عمل فلاحيين نساء ورجال هم محدودي الدخل خلينا نكونوا أسمعني أنت مغروم برشة بالفلاحة وأنا مغروم برشة بالتوينسة خلنا نحكيهم جنيرال طو لا مسياليستوي جيكم بعد الفلاحة يا أنيس أنا نحكي على التوينسة الكل دون استثمات دون أي قطاع أنا مش نمشي لك بالأخص لمراكز الصحة الأساسية اللي موجودين في العمادات واللي يزورهم تبيب مرة وحيدة في الأسبوع المستوصف تحتك واللي أكل المستوصف وكل المؤسسة هديكة فيها كارفونا يجيبها معاها التبيب القاع عشرين القاع مية القاع ميتين يوم يخدمك النصف نهار ومش يقسم لهم أنت تحكي على طبلية أنا نقول لك فما يكون لي أخو أربع حربوشات يقولوا شد بيهم روحوا كالجمعة هذه ويا منحيل الجمعة الجاية أنا نقول لك ياه اليوم عامل فلاحي وإلا أي قطاع أو واحد آخر ياه السكنير يوصل للـ 400 و 500 دينار ليران يوصل للـ 700 و 800 دينار شكون اللي قادر اليوم باش يكري كرهبة وباش يمشي يتوجه للمدن الكبرى ويمشي للمصحات الخاصة اللي معناها صحية هي مكسب للبلاد وكل شي لكن يو الصحة العمومية حق كفله الدستور لكل الشعب التونسي واضح اليوم ما نحكيه على المستشفيات والأدوية في البلاد التونسية ورئيس الجمهورية بتحولوا إلى بير علي بن خليفة حل ملف كبير هو ملف الصحة في بلادنا لفيها نقائص وفيها مطالب كبيرة لأنه في العشرية الماضية أهملوا هذا القطاع واليوم التونسي أصبح ينتظر الأدوية خاصة تلك الأدوية النادرة والغالية لكانوا يجيبوا فيها خاصة الصناديق الاجتماعية وهنا نلفت النظر إلى الصيدلية صيدلية صندوق الوطن لتضامن الاجتماع الموجودة في العمران لفيها عديد الأدوية الغائبة والناقصة خاصة للمرضى للأمل لمتاعهم الدواء خاصة الأمراض المستعصية في بدل دين الجموج هو مشكل كبير وهذا كم أذكر مواز في جانب منه يتصل بالتمويل بالأموال وجانب آخر يتصل بالحوكمة وسوء التسيير وسوء التصرف لأنه على مداد السنوات الأخيرة تبين اللي ثم أزمة داخل الصيدلية المركزية ومختلف المؤسسات الصحية هذا عن انتلاقا من تقارير تقام حكمة محاسبات وهيات رقبية وحتى الهيات الرقبية تبع نزارة الصحة يتأكد اللي ثم سوء تصرف كبير يسر وبالتالي ثم هذر بتعمال ثم تهريب أدوية ليبيا وتم كشفه حتى في برامج أعلمية وتم كشفه عبر تقارير وللأسف لا حساب ولا عقاب اليوم المؤسسة صحية وكذلك الصيدلية المركزية والمؤسسات التي تبع الضمان الاجتماعي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة نظر وإعادة إصلاح وأؤكد على ضرورة تجديد الرقابة من جهة وضرورة الإسراء بحكمة المؤسسات الجمود قبل ما فميش معتها محاسبة اليوم الصيدلية المركزية تفتح الملفات تمتاحها على مصر عيها وهناك أطراف منها اليوم موجودين في المحاكم ورهن الإيقاف لأنه فم أدوية وقع اختلاسها وغير موجودة وإحنا ما نحبوش ندخل برشا في التفاصيل لأنه قلم التحقيق سيحدد المسؤوليات ونرجع لك معتها معز الحاج منصور رئيس الجمهورية وكل مرة وين يمشي إلى مكان إلا ويلتحم بالمواطنين ونفهم بالحق معتها تونسي مضام ومعجز عنده ثقة غير في قيس السعيد ويقول لك يريده يتواجد كل نهار في بلاسة بيش يكتشف المخفي وكالدوس ينتهي علي ولا يزو معاه روز ولا روج معتها يقول لك رأوا ذيك الملف الأحمر رأوا فيها الحقائق التي أخفيتها على امتداد سنوات سياسيا نجح الرئيس قيس السعيد في أن يقترب منهم الشعب التونسي ولاحظ شيئا كلما اتجه رئيس الجمهورية وفتح ملفات الفساد الأكبر يقام العويل والنديب في صفحات التي تمولها الأقلية الثرية في نفس الوقت تجد هناك تجاوب واسع معه في شبكة التواصل الاجتماعي وهناك تجيع الرئيس الجمهورية وأنها كان لك حقق بها مزيدة من الشعبية اللي يقولوه في قطاع الصحة في قطاع الصحة لماذا؟ عليش عندنا أرموذج مودال ناجح اللي هو المستشفى العسكري عليش أنت تمشي للمستشفى العسكري تجد مؤسسة منظمة انضباط كل شيء متوفر فيها في حين تمشي المستشفيات بجانبها في العاصمة تونس تجد مؤسسة في حالة خراب اللي يقولوه لك أنا المسألة تتعلق إضافة للحوكمة إلى أنه من الضروري اليوم أن يفكر الرئيس الجمهورية ووزير الصحة على ضبط وإخضاع الأطباء الأثرياء للدولة خاطر اللي ساير الآن اللي عندنا مجموعة تسيطر على قطاع الصحة وتسيطر حتى على الفرماسية تشوفت لي فرماسية ما عندكش الحق راو بش حال الفرماسية عندك يزبك أموال ضغمة القطاعات هذه الحيوية للتعلق بحياة المواد التونسي أنا كدولة ما هوش معقولة خليك أنت تضارب فيها عندنا مضاربين في الصيادل في الصيادلان وفي الصيادلان المركزية وعن أطباء يحتكرون العلم والمعرفة وفنون الجراحة وأنهم يذبحون المواطنين وشفنا التجربة عشنا معهم تجربة في أزمة الكورونا في أزمة الكورونا نزعوا رداء الأخلاق ورداء الفضيلة والتفتوا بكل جشع بقيادة الغرفة متاعهم داخل الاتكاة في عملية نهب جوب المواطنين دونك التجربة هذه لا يكفي أنك تبني عملية إصلاح للمؤسحية لا يجب إخضاعهم وإخضاعهم للذرايا بساعة لأنهم لا يدفعون ذرايب والكلامة ذا يلزم قلوه محمد رب التوينسة يعرفوه واضحة بالطبيعة اليوم زيارة رئيس الجمهورية إلى بير علي بن خليفة يظهر لي كشفة جزء من المطالب مطالب التوينسة في الصحة نعم بسرعة أنا نحب نتفاعل مع زيارة سيد رئيس الجمهوري لبعض المناطق أقول أنه ثم أكثر من 250 مهتم دي ينتظرونا هذه الزيارات كل واحد يحب على رئيس الجمهوري كل واحد يحب عليش لأنه الأسف الكل يميعانه ولكن زيارات سيد رئيس الجمهورية وشغف الناس وانتظارهم لهذه الزيارة ماذا تعني وماذا تعكس تعكس فشل ذريع لموظفي الإدارة التونسية أو على الأقل المكلفين بالتسير هذا من جهة ثم فشل آخر ذريع ليهجز الرقابة التي لم تشتغل كما يجب واضح جامودي اللي كنت يا نيسي نعرفك معتها في الجوز معتها أنت أرياف نيبل تعرفها من الكل كيف كيف أجزاء من المهدية معتها تعرفها من أولاد الشامخ وغيرها من المناطق التونسي في المناطق الداخلية المحرومة من الخدمات وأبرزها الصحة يقول لك متى يلتفتون إلينا صحيح هذا يا محمد في كل في كل المدن مش المهدية فقط ولا نابل بل يمكن المدن اللي على الحدود والشمال الغربي والجنوب التونسي الكل موجودة فيها معاناة بالأخص في المناطق الريفية أنا قلت لك محمد ياهو التبيب يجي مرة في الجمعة ياهو الدواء فما بلايس ما يعرفوش التبيب جملة فما بلايس ما يعرفوش التبيب جملة فما مستوصفات ساعات كي معناها تصير فيها مشاكل متاع سانيتير ولا الدنيا ولا حاجة تتسكر كمبلتما وتبعد على منطقة المعتمديات بالأربعين والخمسين كيلومتر ياهو اليوم المعاناة من قرى حتى حد زيارات رئيس الجمهورية مهمة لكن قدش منه رئيس الجمهورية مش يزور كل المناطق الريفية مش يزور كل العمادات مش يزور كل المعتمديات وينهم السادة المسؤولية وينهم المعتمدين وينهم المعاناة المسؤولية والعمد زادة وفما قطاع مهم اسم العماد زادة